شايتك هتاخد قرار قريب ان شاء الله يعني شايتك هتاخد قرار اا بانك انت اللي تكون مسيطر على العلاقة العصوصية اللي انت موجود فيها او العلاقة الزوجية اللي انت موجود فيها هتاخد قرار ان انت تكون مسيطر ان انت يكون ليه رأي ليه كلمة انت اللي بتتحكم بس مش هتزنم الطرف الثني. يعني انت ثميتك انك انت اللي تمت في كل حاجة فيدك لكن من غير ما تتبيني نخذ ده تفكيره كانت انا شايف عتاب تسير بس ممكن يكون بعض العتاب ده في صلحه وممكن تكون كمان بالنسبة لبعضوكو دي علاقة زوجية أزيمة عن حب اللي بعضوكو كمان ممكن تكون مرتبط بشخص كان مرتبط قبل كده او في علاقة ثلاثية يعني هو مرتبط قبل كده شايفك في حاجات مش فهمها يا برج الجزي ده بالنسبة لوضعك ان بقى الطرف الثاني بقى الزوج او الزوجة يعني انا شايف انت مع طرف متحفز شوية عنده فعلا شوية همود فيه بحفز بس الطرف ده تعبين يعني الطرف ده تعبين متضايق اه ممكن للبعض الطرف الثاني يكون متافر او يكون بيفكر في السفر او تكونوا من بلاد مختلفة اه في وضع انتو قدلتو في الوضع ده صد المتعلق للسطرة اه او هو بالنسبة للطرف الثاني هو صد المتعلق معك في وضع من السطرة لان هو كان مستني منك حاجة وانت مع مالفهاش يعني كان مستنيك ان تتعمل حاجة انت او مستني انك تقدم حاجة وانت مع مالفهاش والوضع ده متعلق وانت واقف على فكرة يعني او هو شايفك كده دي نظرة الطرف الثاني بالنسبة له اه في حب اه في حب علاقة روحية في علاقة روحية لكن في حزن في حزن في جمود في وضع متعلق في خسارة اه في غموت كمان اه في حد قلبه مقصور ممكن الثرف الثاني يا برج الجدي يكون حاسس ان هو قلبه مقصور منك يكون حاسس ان انت خدعته اه ممكن تكون القراءة عكسية اه اه لكن الثرف الثاني هو عايز ياخد قراءة يعني عايز يحتم المسألة دي انا بتكلم هنا بالنسبة للمتزوجين في مسألة في علاقاتكم هو محتاج ان هو يحتمها ممكن يكون منعزل عنك شوية ان هو بيفكر اه محتاج يفكر بحكمة اه اه او محتاجك انت تفكر اه اه يعني تشوف الطريق او تشوف الحياة او تشوف العلاقة محتاجك تشوفها بشكل تاني اه هو شايفك كمان حد كويس يعني هو بيشوفك حد كويس بيشوفك حد ناجح بيشوفك حد لي مستقبل بيشوفك حد عملي او بيشوفك حد ممكن يعني اي حاجة بتدخل فيها او اي حاجة بتعملها انت بتقدر تنجح فيها عندك طموح عندك اه يعني قدرات خاصة بان استحقق اللي انت عايزه اه كمان بذلك لو انت ست من برج الجدي هو بيشوفك متميزة بيشوفك مستقلة بذلك يعني شايفة عندك حاجات كتير مميزات كتير حلوة وفيه حب كمان لكن فيه وجهة كتير جدا في العلاقة دي فيه وجهة كتير فيها النصيحة بتاعتك يا برج الجدي بالنسبة للمتزوجين متزوجين. يعني ممكن يعني بيقول لك هنا انه اظهر مشاعرك. اتكلم مع طرفك تاني. قول اللي في قلبك. قول اللي انت بتحسي بي. بلاش طول الوقت تفضل مخبي او كاتم او مش عايز او مش عايز تبين. لا اظهر مشاعرك. اتكلم يعني اوصلوا مع بعض الحاجة. في نفس الوقت يعني استعمل الحكمة. يعني مش شرط عشان تظهر مشاعرك انك يعني تكون متهور او انت تفكر ان انت كده هخد اهود او انت تترمي نفسك. لا. كل حاجة ممكن تتصرف فيها وتعملها مضبوط وتعملها بحكمة. قدم العرض بتاعك او قدم الخير بتاعك او العطاء بتاعك بشكل انت تشوفه ان هو يليق بك. ممكن كمان للبعض نصيحة بتاعتك انك تستشير حد. ممكن تسأل حد او انت في حاجة مش بتظهرها ممكن انت في حاجة مش بتظهرها يا برج الجذب. الكروت هنا تنصحف انك تظهر عوق. هنا برضو يعني اه شايفك مقدم كيسك بس فاضي يعني مفوش اي حاجة. لكن انت عندك حب اظهر العواطس دي باينها كمان هنا انت قاتل على نفسك وقاتل كده على كل حاجة جوا حبنك مش نباين اي حاجة. لا. اظهر كل حاجة. اه ثقات اللي موجودة معي في الكراءة. موجود معك الثاقة الترابية. موجود معك الثاقة الهوائية. ايه? ايه نارية مش كتير قويانة. اه الابراج اللي موجودة شايفة عزدراء. شايفة حمل. اه شايفة اه شايفة اه شايفة اه ايه تانية? اه شايفة سراثون. شايفة جوزاء. شايفة خوس. اه شايفة اصد. دي دي فقات. ودي الابراج اللي موجودة معي. او في جوزاء اهو. هنا ثاني في اسد. هي دي الابراج اللي موجودة معي. يا برج الجدي في الكراءة للمتزوجين. ونروح للمنفسدين والمطلقين. كراءة المنفسدين والمطلقين هنقيمها آآ ثلاث مراحل ماضي حاضر مستقبل ونصيحة. وهنشوف كمان ايه آآ 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 شعور الطرف الثاني من ناحيتكم ايه? علاشان لو حد بيسأل عن رجوع. آآ الماضي بالنسبة لك برج الجدي منفسدين ومطلقين. هقولك تاكتة في الاول في الفترة دي. اه. دي. انا شايفة طاقة الانتصال. طاقة انتهاء علاقة بالفعل يعني. آآ شايفة بعضكم ممكن يكون لسه بسط على الماضي او لسه مستني رجوع علاقة من الماضي. آآ شايفة جرح كبير جدا في القلب وممكن يكون في انتصال او في طرف تالس في الموضوع. او يكون الانتصال بسبب كده. آآ الاول انا شايفت انت في الماضي برج الجدي. آآ يعني انا شايفة كنت في علاقة حب كويسة علاقة حب سعيدة. آآ فيها فعلا فعلا يعني في الماضي فعلا دخل طرف تالس. والقراءة دي تتقل اللي موجودة قدامي. يعني ممكن يكون ده عند البعض. ومشارك الطرف الثالث يكون آآ حب يعني او شخص ثالث. يعني ممكن يكون اي اطراف. آآ يعني شايفك في الماضي انت عانيت كتير بعد ما كنت سعيد في العلاقة دي. انت عانيت كتير جدا. ممكن بعضكو يكون بيتعامل مع شخص متافر او من بلد تانية. او آآ او ثقافة تانية غيره. يعني في اختلاف بينك وبين الشخص التاني. آآ في اختلاف وفي بعض. ممكن بعضكو في بعض في النسافة. لكن انا شايفة في في العلاقة دي في الانتصال ده صرف الثالث بجدارة. في الطاقة وفي القراقة. فدي الطاقة اللي موجودة قدامي حاليا شايفتكم تعبان بتعيني جدا من العلاقة دي. ممكن يكون انت يا برج الجدي اللي قررت ان انت تبعد او او طعبة ده بسبب ان الثرف التاني قرر فجأة آآ ان هو يبعد آآ وينهي العلاقة دي. يعني انا شايفة علاقة زواج آآ منتهية. وممكن ما تكونش كانت زواج لكن تي عندي هنا كتير زواج. آآ في الوقت الحاضر بنتبقلك. انت لسه بتفكر في ماضي. لسه بعضو قوة آآ ممكن يكون في انتصال لكن فيش آآ آآ صلاق. آآ آآ لسه بتفكر آآ برجوع لسه بيعني بتقول انه ممكن آآ يعني يعني عندك الزوارلد يعني انت عندك هنا بنزلك انا شايفت في الاول في وقتنا ده انت متكسف. انت في وضع آآ مش شايف حاجة مش قادر تآآ تقدم خطوة ولا تأخر ولا تتصرف ولا تعمل حاجة. انت في وضع في الوضع كالحالي انت متكسف ومقيد مش قادر تعمل حاجة. كمان شايتك بتدفع عن نفسك. ممكن تكون بتدفع عن حياتك. ممكن تكون لسه مصمم ان العلاقة وما انتهتش. آآ مصمم انك ترجع الطرف الثاني ليك. آآ فيه هنا برضو الطرف الثالث نفس موضوع. آآ فيه هنا برضو عندك في الوقت الحاضر. آآ دي يعني هدم علاقة لزي صور. دي هدم علاقة. يعني علاقة خلاص هي انتهت. آآ كمان عند بعضكم هي انتهت باسلوب مش حالو. يعني الطرف الثاني او انت وكلنا نخلي بالنا ان القراءة ممكن تكون عكسية. الطرف الثاني لما نهل علاقة يا برج الجزي كان بطريقة يعني لما مشي مشي بطريقة مش قويسة. هد المعبد على اللي فيك ومشي بشكل مش قويس. بالنسبة المنصطلين والمطلقين آآ آآ يعني بعضكم الطرف الثاني ده او انت يعني كان مسيطر عليه طاقة آآ طاقة خبيثة طاقة قوية مسيطر عليه شهواته ورغباته آآ يعني ما بصش لاي حاجة ما عملش حساب اي حاجة كل مسيطر عليه آآ شطانه يعني هو ماشي شطانه بس هو اللي مسيطر عليه وان هو ينهي العلاقة دي شايفات آآ بعضكم على فكرة ممكن يكون بيفكر ان هو يبعد تماما انا شايفاتك مكتقد منعزل آآ بتبص على خسارة آآ لكن على فكرة انتو عندكو خطوات كويسة في المرحلة اللي جاية ان شاء الله من ناحية العلاقة آآ شايفاتك كمان كتير حذر في الوضع في الوقت الحالي اللي احنا فيه لاني دي كراءة الحاضر كتير حذر كتير بتحافظ يعني على نفسك على مشاعرك آآ او تكون بتدافع عن نفسك تكون آآ مستهم بحاجة او حد بي آآ بيلطع لك لوم او الخطأ في حاجة وانت بتدافع عن نفسك آآ آآ قاتل مشاعرك خالص آآ ممكن يكون بعضكم آآ ديله رجوع ورفض يعني رفض الرجوع بالذات العلاقات اللي فيها آآ علاقة ثلاثية انا شايفاتك هنا قاتل على نفسك خالص آآ شايفة في الوقت الحاضر فيه بلوكات بلوكت 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 كتير آآ ورفض للثلاث الاخر او رفض الثلاث الاخر بيك يا برج الجامل المستقبل بتاعك هنقول الطاقات الموجودة الاول عشان انا دايما بنسى الطاقات ده ندمس في القراءة وبنسى الطاقات انا شايفة معيك في القراءة دي طاقة آآ نيرية مائية آآ هوائية كمان آآ شايفة آآ وترابية كل الطاقات موجودة كل الطاقات موجودة معك في القراءة برج الجام آآ الابراج اللي موجودة شايفة السرطان شايفة الميزين آآ شايفة العقرب شايفة الحمل الصور الجاذي المطاقة بتاعتك وممكن تكون بتتعامل مع شخص برضو من نفس البرج من برج الجز اآ لو شفت حاجة تانية هاا ها قوس لكن هي دي الابراج اللي انا شايفها حاليا قدامي والجوزاء والقوس دول حاليا لكن كل الطاقات موجودة آآ نروح للمستقبل بتاعك ان شاء الله انا شايفك يعني انت فيه عندك علاقة حب جايلك علاقة حب آآ آآ لكن يعني ممكن تكون تقليدية او ممكن تكون هترجع العلاقة من الماضي تاني او تكون انت بالفعل حاليا فيه عندك علاقة حب والعلاقة دي هتكمل بس انا شايفك آآ يعني حذر وغامض في العلاقة دي شوية يعني مش مش مدي الامان قوي او فيه حاجة مش واضحة بين بيلك هي علاقة حب وهي متبادلة على فكرة لو بتسأل هي متبادلة من الثرافين لكن انا شايفك انت حذر ممكن دي يكون بسبب حاجات انت تعرضت لها في الماضي فانت قررت انك مهتمش زي الاول تاني شايفك عندك وموت شايفك حذر شوية في العلاقة وده ممكن يكون من ناحية الطرف التاني اللي معايت او اللي هيكون معايت في العلاقة لكن هي علاقة حب متبادلة آآ شايفة كمان آآ يعني في المستقبل هيكون عندك حكمة اكتر آآ آآ ندوق فكري وعقلي اكتر آآ يعني بسبب كل الحاجات ممكن تكون بسبب يعني القدر هنا عجلة الحظ هنا هتكون في صالحك لو انت تذكيرك كده يعني انت هتفكر بعقلي جدا آآ كتير في المرحلة اللي جاية هتكون منعزل هتكون بتفكر كتير كل امورك آآ بالعقل والحكمة هتحكمهم اكتر من العاطفة في المرحلة اللي جاية ان شاء الله آآ آآ يعني شايفك ثابت ثابت في الفترة اللي جاية وانت اللي بتكرر وانت اللي بتختار عندك آآ يعني حرية وعندك انطلاقة كده في المرحلة اللي جاية آآ مش هتكون خايف على حاجة مش هتكون خايف على حد آآ يعني بتتطرف بعثوية في نفس الوقت مشاعرك انت مخلي بالك منها الفترة اللي جاية ومحافظ عليها لكن من وقت للتاني انت شوية بتبص على المواضي ممكن يكون كمان الاكتر اللي هم آآ حصل معاهم غدرة او خداع او موضوع صرف تالت او اللي احنا شفناها هنا اللي هو يعني الحبيب اللي مشي ومن غير اسباب او بطريقة مش كويسة يعني هد الدنيا بشكل مش كويس انت شوية هتكون حزين او زعلين على حاجات انت عملتها في دي قدمتها وآآ واخترت فيها يعني آآ بعضوكو عنده اخبار حلوة كمان فيه متحمس جدا ضمن انت تنفذها برج الجزي فيه عندك امنية نفة تحققها ومتحمس قوي لتحقيقها وان شاء الله الامنية دي موجودة عندك هتتحقق وممكن دي اللي انت تسمع عنها اخبار في الفترة اللي جاية ان شاء الله واحتمال كمان لان هي جانب الكرت بتاعك احتمال تكون آآ يعني بخصوص حد من الماضي بخصوص شخص من الماضي آآ يرجع ايه تفكير الطرف التاني اللي انت منفصل عنه آآ فيك يا برج الجزي آآ يعني هنا ممكن يكون شايف ان هو خدعك ان هو ظلمك او يكون هو مخدوع او يكون هو مظلوم آآ هو متدمر او شايف ان هو يعني هو آآ يعني جابك ارض عالاخر يعني آآ ممكن يكون جميله بيقنبه وحاسس بآآ بحملة ايه اللي فيه تردد تمام من بعضوكم لو يعني فيه رجوع آآ لكن هو متردد مش قادر ياخد قرار من ناحية رجوع لأ حاليا مش عارف ياخد قرار في ان هو يرجع آآ يعني هو خايف ممكن كمان يكون خايف من عتاب خايف من لوم آآ خايف من تدخل اشخاص ثانين يعني فيه هنا خوف انا شايفة وفعلا شايفة لو هو رجع آآ ممكن يكون بعضوكم يعني تحلف او حاجة في عتاب قوي هيحصل لو الثرف الثاني رجع وهو عارف كده آآ شايفة ممكن يكون بيفكر ان هو يرجع آآ بس بطريقة غير مباشرة بيشتغل على كده على فكرة ان هو قاعد آآ يدأدأ كده مع نفسه هو شغيل على كده ممكن ان هو آآ يكون يرجع بطريقة غير مباشرة او ان هو ما يعرضش نفسه للآآ للعتاب القوي اللي ممكن يتعرض له ده هو كمان عايز يعرف اخبار عنك ممكن يكون عايز يعرف اخبار عنك هو آآ يعني شايف ان انت غامض شوية او في حاجات مش واضحة بالنسبة له عايز يتاكد من حاجة عايز يعرف انت مرتبط ولا مش مرتبط انت عارفت حد تاني ولا لا يعني ممكن يكون هو ده تذكيره لان هو في حاجات مش عارفها ومش قادر يعرفها في الوقت الحالي آآ زي ما قلت انت عندكو في العلاقة في تدخل اشخاص كمان يعني في العلاقات هنا انتهت بسبب تدخل اشخاص تانية دوركو في العلاقة آآ انتهت بمشاكل كتير الطرف التاني شايف كده شايف ان في ناس بتدخل في العلاقة آآ العلاقة حصل فيها مشاكل كتير جدا آآ لكن في تأخير شوية في الرجوع لان الرجوع فيه قلق وفيه خوف وآآ وفيه حد مجروح جامد وآآ وفيه حد خايف من عتاب وآآ ولوم او تدخل اشخاص تانين فاللجوع نويته موجودة لكن فيه قلق شوية من ناحيته آآ النصيحة بتاعتك بنسبة المطلقين والمنفصلين برج الجزء آآ يعني انت هو بيقولك يعني ان انت تعبان جدا آآ هو شايف كمان اتطار وشايف انك فيه امور انت مديها اكبر من حجمها هي مش بالمعنى اللي انت شايفه او هي مش بالصورة السيئة او السلبية اللي انت شايفها آآ حاول تستشفي آآ تقعد مع نفسك شوية آآ بترجع اخطائك او اخطاء الطرف التاني آآ بتفكر في الموضوع بالشكل يعني بس وانت مرتاح مش وانت مشوش وتعبان او بتفكر في السلبيات او بتفكر في المشاكل اللي خسرت لك لا اجعد عن كل ده وفكر بهدوء بعدها هتلاقي حلول كتير يعني بص هنا بعد ما انت فكرت بهدوء هنا بيقولك انك في عروض كتير حلوة قدامك في عرض كمان في عرض يعني يا رباني من عند ربنا في خير هيجيلة ان شاء الله آآ في حب حواليك يا برج الجزء بس انت مش شايفه انت باطس على حاجة معينة هي اللي انت عايزها او بعضوك فعلا يكون بيفكر في رجوع للماضي آآ حاول تتغلب يكون عندك صبر وتتغلب على كل مشاكلك وعلى كل حاجة حصلت لك وتسيطر على المشاكل والثقات السربية اللي حواليك علشان توصل في النهية يعني الكروب ترتبها بصراحة عجبني جدا آآ العلاقة كويسة الحاجة كويسة انت بتفكر في ارتباط بتفكر في حب بتفكر في نجاح علاقة ده اللي انت هتوصله ان شاء الله بس بعد ما تسمع النسيحة دي بترتبها كده اللي احنا قلناه كل ده يجي لك كل ده عندك كمان فيها استقرار هيكون مادي ان شاء الله آآ عندك استقرار مادي في المرحلة اللي جاية مع العاطفة ان شاء الله في حاجات كمان كتير بعد ما انتامت كده في حاجات سيئة كتير جدا انت هتسيبها ورقك تسيب مودي سيئ جدا وكان متعد كتير بالنسبالك هتنتهي منه سماما وعتروح لحياة دي ده ثانية خالص فيها حب وفيها عطاء متبادل آآ في المرحلة اللي جاية بس تتخلص من الصغفة السلبية حاول تسيطر على وضعك وعلى مشاكلك وآآ ومتاخدش الامور بالسوق القوي اللي انت شايفه عليه حاليا اللي جاية مش كده تطروا بيقولك ان الموضوع مش عاني بك آآ ما تنسوش اللايك والشير وسترسكيب آآ ويروح للعجبين اشتركوا في القناة